وفق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قراطا ونصف وخلال الاجتماع الأسبوعي أكد مدبولي مواصلة الجهود لاستكمال مصار الإصلاح الاقتصادي بتنسق بين الحكومة والبنك المركزية مضيفا أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في المواني بما قيمته نحو 3 مليارات دولار لفتا إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة مشددا في هذا الصدد إلى إعلان مؤسسة مودز للتصنيف الاعتماني عن تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ترجمة نانسي قنقر